بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بأحكام النكاح معنا بإذن الله تعالى أحد دروس هذه الوحدة الثانية وهو المتعلق بالمحرمات من النساء فكونوا معي أيها الطلاب والطالبات وقبل أن ندخل في درسنا هذا أستعرض إياكم أبرز وأهم الأهداف لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله نحن في الوحدة الثانية في أحكام النكاح والدرس السابع المحرمات من النساء وأمامكم دروس هذه الوحدة كما تعلمون أيها الطلاب والطالبات نأتي وإياكم للوقوف على الهدف الذي نسمو إلى تحقيقه من خلال هذا الدرس الهدف هو أن يعرف الطلاب جميعا أحكام المحرمات من النساء وكذلك يعرف المحرمات من النساء حتى يكون الطالب والطالبة على بصرة في هذه المسألة المهمة نبدأ على بركة الله هذا الدرس لهذه المقدمة للولوج والدخول في صلب درسنا هنا أيها الطلاب والطالبات المحرمات من النساء ما المقصود بهذا المصطلح أو هذا العنوان هن التي لا يجوز ولا يحل للرجل أن يتزوج بهن قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أكثر المحرمات من النساء لماذا؟ لأهمية معرفة حكمها وحتى لا يقع الإنسان في الزواج من هؤلاء النسوة التي حرم الله جل وعلا نكحهن في قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي أمامكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر هذه الآية التي فصل ربنا جل وعلا فيها تفصيلا واضحا في المحرمات سواء بالنسب أو بالسبب أو بغير ذلك من المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نأتي أيها الطلاب والطالبات بعد هذا إلى بقية المحرمات التي لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فإن السنة المطهرة شارحة وموضحة ومبينة لما أجمل في كتاب الله عز وجل باقي المحرمات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وفي قوله أيضا صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا بيان للمحرمات من النساء في الكتاب وفي السنة المطهرة بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى القسم الأول من المحرمات من النساء وهو التحريم المؤبد التحريم المؤبد وأول هذا القسم المحرمات بسبب النسب يعني تحرم لأجل نسبها و لأجل قربها من هذا الرجل نأتي إلى بيان هذه المحرمات أولا أمهات الرجل أمه وإن علت وجداته كذلك بنات الرجل وحفيداته يعني بنته وبنت بنته وإن نزلت أيضا من المحرمات في هذا الأخوات فالأخوات كذلك يحرمنا على الرجل وكذلك العمات وكذلك الخالات وأيضا نأتي بعد ذلك إلى بنات الإخوة وكذلك بنات الأخوات كما قرأتم في الآية الكريمة تفصيل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني في هذا القسم من المحرمات تحريما مؤبدا وهي المحرمات بسبب المصاهرة نأتي إلى بيانها بالتفصيل أولا زوجات الأبناء والأحفاد زوجات الأبناء والأحفاد يعني وإن نزلوا فإن زوجة الإبن وزوجة ابن الإبن وإن نزل تحرم على أبي هذا الزوج أيضا أم الزوجة وجداتها يعني أمها وأم أمها وإن علت كذلك تحرم على هذا الزوج أيضا هنا هؤلاء الأصناف الثلاثة يحرمن بمجرد العقد على الزوجة وإن لم يدخل بها فقط إذا عقد عليها إجابا وقبولا حرمنا عليه فلو عقد على امرأة ومات عنها أو طلقها قبل الدخول فلا يجوز أن يتزوجها ابنه ولا أبوه ولا يجوز أن يتزوج أمها ولا جداتها بمجرد العقد بمجرد العقد في هذه المحرمات على التأبيد نأتي هنا في زوجات الآباء والأجداد كما ذكرنا قبل قليل فهذه المحرمات أيضا بالمصاهرة وبينا ما يتعلق بالحكم فيها وأن التحريم فيها يكون بمجرد العقد ولا يلزم الدخول على الزوجة بعد هذا أيها الطلاب والطالبات أيضا نأتي على هذا النوع من المحرمات وهو بنات الزوجة وتسمى الربائب والربائب جمعوا ربيبة كما قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة زوجته سمى الربيبة ويسترط في التحريم ماذا؟ الدخول يسترط في تحريم بنات الزوجة ماذا؟ أن يكون الزوج قد دخل بأمهن قال التي دخلتم بهن فإن كان قد عقد النكاح عليها ولم يدخل بها فلا تحرم عليه ابنتها إذن لا بد من الدخول ولا يكفي فيه مجرد العقد كما ذكرنا قبل قليل هنا أيضا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى النوع الثالث من المحرمات وهو ما يحرم بالرضاعة وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كل ما تقدم أنه يحرم من النسب فإنه أيضا يحرم بالرضاعة فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته وهل أم جر أخت أبيه من الرضاعة ولا خالته أخت أمه من الرضاعة وهكذا باقي المحرمات من النسب ولا تنتشر الحرمة لغير الرضيع ركزوا معي هنا في هذه النقطة لا تنتشر الحرمة لغير الرضيع وأولاده فإخوانه من النسب يجوز لهم أن يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة لماذا؟ لأنه ليس بينهم وبينها علاقة نسب ولا علاقة رضاعة إنما العلاقة فقط للرضيع وأولاده فقط فننتبه إلى هذا الأمر المتعلق بالتحريم بالرضاعة نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى القسم الثاني من المحرمات بعد أن ذكرنا القسم الأول وهي المحرمات على التأبيد هنا المحرمات على التوقيت يعني مؤقتة هنا أولاً المحرمات بسبب الجمع كيف؟ هنا نأتي الأولاً أخت الزوجة فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعني إلا ما كان في الجاهلية ولكن لو ماتت زوجته أو طلقها وانتهت عدتها فهنا يجوز له أن يتزوج أختها وإنما المحرم أن يجمعهما جميعاً ويكونان زوجتيه أما إذا طلق الأولى من الأختين وانتهت عدتها فله أن ينكح أختها لأن المحرم هو الجمع بين الأختين كما هو صريح القرآن أيضاً نأتي إلى النوع الثاني وهي عمة الزوجة وخالتها فلا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فإذا تزوج امرأة فلا يجوز أن يتزوج عمتها ولا خالتها وكذلك أيضاً لا يجوز له أن يتزوج بنت أخيها ولا بنت أختها وهذا التحريم أيها الطلاب والطالبات تحريم مؤقت فلو ماتت المرأة أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها فننتبه لهذه القضية المتعلقة بالمحرمات من النساء أيضاً هنا الزوجة الخامسة أيضاً هنا تحريم مؤقت لمن كان متزوجاً بأربع نسوة فلا يجوز له أن يتزوج امرأة خامسة حتى يطلق إحدى نسائه الأربع وتنتهي عدتها فهنا يباع له أن يتزوج الخامسة أما إذا كان تحته أربع نسوة فلا يحل له أن يعقد على امرأة خامسة نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى ثانياً المحرمات من أجل أمر قابل للزوال أمر قابل للزوال يختلف عن التحريم المؤقت هنا نأتي إلى النساء المتزوجات لقول الله جل وعلا والمحصنات من النساء فالمرأة المتزوجة لا يحل الزواج منها لماذا؟ لأنها تحت زوج ما لم يطلقها وتنتهي عدتها أو يموت عنها فهنا يباع الزواج منها أيضاً المرأة المعتدة من زوج آخر فإذا مات الرجل عن امرأة أو طلقها فإنه لا يجوز لغيره أن يتزوجها حتى تنتهي عدتها لماذا؟ لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني لا تعزم على نكاح أو خطبة هذه المعتدة حتى تنتهي العدة فقوله حتى يبلغ الكتاب أجله يعني انتهاء العدة أيضاً نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى النوع الثالث وهو مطلقته ثلاثاً فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث طلقات إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وهذا النكاح يسترط فيه أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل فإذا دخل بها الزوج الثاني وحصل الجماع ثم طلقها وانتهت عدتها من الثاني جاز لمطلقها ثلاثاً أن يتزوجها لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال فإن طلقها يعني التطليقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها طلقها من؟ طلقها الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله هذا ما يتعلق بهذا النوع فلابد أن نفهم هذه المسائل فهماً جيداً هنا أيها الطلاب والطالبات أيضاً النوع الرابع المرأة المحرمة بحج أو عمره فلا يحل عقد النكاح على امرأة محرمة ولا نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فهو متلبس بإحرام لحج أو عمره فيمنع من النكاح وكذلك دوع النكاح من خطبة أو عقد أو نحو ذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أيضاً نأتي أيها الطلاب والطالبات للنوع الخامس وهو المشركة حتى تسلم فما دامت مشركة غير كتابية فإنه لا يحل نكاعها لقول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلى أمد ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ويستثنى من ذلك الكتابيات وهن نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى فيجوز أن يتزوج المسلم من الكتابية إذا كانت عفيفة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة اليوم أحل لكم الطيبات إلى أن قال جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين إلى آخر الآية ومع جواز نكاح الكتابية فهو مكروه أو خلاف الأولى عند أكثر العلماء إذا تيسر الزواج بالمسلمة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأظفر بذات الدين تربت يدك وقد سبق بيان حكم العكس وهو تزويج المسلمة من غير المسلم أو الفاجر كما درستم بحمد الله تعالى أيضا أيها الطلاب والطالبات السادس من هذا النوع وهو نكاح الزانية فالزانية لا يحل نكاحها حتى كتوب لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فإذا تابت وثبتت توبتها فإنه لا بأس أن يتزوجها أيضا أيها الطلاب والطالبات بعد الاستعراض على هذه الأقسام المهمة المتعلقة بالمحرمات من النساء على كل واحد منكم أن يعي هذه الأقسام ويفهمها جيدا ويعرف الفرق بين المحرمات على التأبيد والمحرمات على التوقيت ويفرق بين هذه وهذه حتى يكون عنده فهم وإدراك لهذه المحرمات أسأل الله جل وعلا لولكم التوفيق والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح وأشكر لكم أيها الكرام طيبة المتابعة وعسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته